سيدة العميد يعني أنا عارف إن دا كنت تشتغل في الداخلية والشرطة وكنت قريب جدا من أو الدوائر القريبة جدا من متخدي القرار هل دا داكوا أولوية كنادي أهلي طبعا في انتخاذ أي قرارات ولا دايما بتنظر إلى تطبيق القانون تطبيق القانون يدي أولوية لكل شيء احنا النهار دا نلاقي اللي بيبحث عن إيه أو الراجل الغلبان في الشارع أو الراجل المسؤول أو الراجل مواطن المصري مواطن المصري عامات تطبيق القانون الناس كلها ترتاح خلاص ولكن بحكم اللي انت كنت موجود في يوم الأيام بقرب من قيادات أصحاب قرار طبعا أنا بالنسبة لي طبعا سأكل له صراح سلامة وهو في ناس كتير عارفينه يعني كان دايما يقول لي كلمة أنا وإحنا مروحين يقول لي يا ابني طول ما إيدينا نضيفة اعمل الصحة ولكن المؤمن كيس فطن كيس فطن وليس كيس قط كيس فطن بمعنى هتعمل الصحة عشان تاخد توصل لحقك تبقى للقانوات الشرعية تبقى للقانوات ورغم اللي انت قادر اللي انت تاخد حقك بالدراع بس في الآخر منفع عشان انت وراك مسؤولية لازم تطبق القانون النهاردة لو انت ما تطبقتش القانون على نفسك ما ترجعش تزعل من اللي بيحصل في الشارع اه ده ده الناد الاهلي اللي احنا تعلمناه يعني انت كنت تيجي تقعد مثلا مع كابتن محمود الخطيب في المبنى الاجتماعي فوق او كابتن حسن حمد عشان ما نتكلمش على كابتن حسن حمد نبقى عادين فوق في التراث كل رؤساء النادي يا فاند التراث فوق ممنوع غير الاعضاء العاملين اه تلاقي كابتن حسن او كابتن الخطيب جاله تليفون بعد اذنكو انا لازم اقول انزل حفيدي عايز حاجة وهطلع تاني حفيده اللي هو عضو في النادي اللي هو عضو في النادي عايز حاجة وهطلع تاني كما يطلع له يقولك يا ولد بالزبط عيب اما تقول كده نفذوا اللوائح على نفسكو قبل اي حاجة انت بتتربى انت عايز ايه النهاردة بتربى في ده انت النهاردة عايز توصل للناس ايه احنا قادرين نعمل اكتر من كده مضافوا الشكة فاند ولكن هناك مسئولية مجلس دارة النادي الاهلي بشوات مصر وطنيين في مصر لجاية وقتنا هذا قعدوا على هذه الكلاسة خلاص الادارة التلفزيائية لنادي الاهلي انا ما بمثلش محمد مرجان انت النهاردة ممكن تقول لنا اسمين تلاتة من كتر يعني انت النهاردة انا اكتشفت اللي انا المدير الستة وعشرين ستة وعشرين في تاريخ النادي من الف تسعمائة وسبعة من الف تسعمائة وسبعة اه انت النهاردة انت حضرتك المدير رقم ستة وعشرين مرورا بقى ايوه مرورا يعني اول مدير محمد شريفة فندي للاحة الشرب دي فندم للاحة الشرب شوف يعني أسماء خلاص بالإضافة لرؤساء أنت بتفتخر بيهم بكل رؤساء هسألك عليهم برمو نادي الأهلي مرورا بقى بأسماء هتلاقي اللي هو ممدوع محمود محرم مراد بفاهم حسين أمين شعير اللي هو كل واحد كان بيجي مدير نادي عايز أمامشي سرتي تبقى زي أمين شعير مظبوط أنا واحد الناس عايز أمامشي تبقى سرتي زي اتنين سرتي زي والدي اللي هو سعد مرجان طبعا اللي هو بيقول لك أصدانا صير الجلابة وحبيب العاملين وسرتي زي حماية الله ارحمه اللي هو عاطف رزق اللي كان قاعد على مدير النادي الأهلي برد الله ارحم ليه؟ الكراسي دي أنا أسف يعني هنمشي كلنا من الكراسي دي هنسيبها ونمشي اللي هيبضل لنا إيه صح سيرة سيرة بالزب بتلعب هتبطل كل حاجة ليها بداية وليها نهاية اعمل اعمل اليوم ما هتمشي ما تعملش وانت قاعد وبعاكية مش أنا المفروض اللي أقول أو الكابتل الخطيبه ده اللي حتعنيه فناندي الأهلي أنا أقول على نفسي أنا إيه؟ لا انت الناس يا اللي بتقيمك صح المايسترو صالح سليم ما نقاط لكم وزير الدفاع ما نقاط لكم الأسطورة ما نقاط لكم ما سمعتش حد يطلع عليك أنا اللي كويس خلاص ده برضو لازم الناس تبقى عرفها ها ده النادي الأهل طب احنا النقاردة بنخاطب مين يا جماعة احنا بنخاطب جماعة عومية بنخاطب شباب هيحصل فتنة بنخاطب مؤسسات دولة احنا على علاقة طيبة بيهم جدا 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 وهم يعلموا هذا جيدا جدا جدا واللي احنا بنضع مصلحة الدولة المصرية في هذا الوقت على مصلحة النادي الأهلي او مصلحة اي حد لان المصلحة العامة هي اللي هتأدي للمصلحة الخاصة ده نادي الأهلي